موسيقى نواصل مع دروس الصرف الموجهة لتلاميذ أفثامنا من التعليم الأساسي والمحور نشيتهم الثاني هنا هو اشتخاق الأسماء الدالة عن الحدث أو أحد متعلقاته والدرس يعني بالتعديد هو اسماء المرة والهيئة نبدأ هذا الدرس إذن بدعم المكتسبات أو بالمراجعة إذن لنتعرف على المشتقات التي درسناها في الجتم السابق في الماضي يعني السابع أساسي وربما في أول دروس الصرفي ثامن أساسي جلس إذن لدينا الكلمة صيرتها الصرفية اسمها يعني ووزنها وجذرها لدينا الكلمة جلسة فعلا وزنها إذن سيارت الصرفية إذن هي فعل إبارة عن فعل فعل إذن هذا الفعل إذن على وزن فعلا وجذره جيم واللام وأسين ما أخوذ استم مفعول إذن على وزن مفعول وجذره الهمزة والخا والذيل جالس اسم فاعل على وزن فاعل وجذره جيم واللام وأسين مشيت إذن هو فعل على الوزن فعلت وجذر الميم والشين والياء آخذ إذن اسم فاعل على الوزن فاعل وإذن الجذر همزة والخاء والذيل ثم إذن الماشي اسم فاعل على الوزن الفاعل أو فاعل على الوزن فاعل والجذر هو الميم والشين والياء ثم إذن أخذ وهو فعل على وزن فعل إذن الجذر هو الهمزة والخاء والذيل جلوسا هو مصدر ووزنه فعول وإذن الجذر هو جيم والام وإذن السين مشيا كذلك مصدر على وزن فعلا والجذر هو الميم والشين واليا ما أخذ هذا مصدر ميمي إذن على وزن مفعل وإذن الجذر هو الهمزة والخاء والذيل وأخذ مصدر كذلك على وزن فعلا وإذن الجذر كما نرى الهمزة والخاء والذيل ثم مجلوسا اسم مفعول على وزن مفعول والجذر هو الجيم والام والسين إذن هذه المشتقات التي نعرفها إذن وأردنا أن نذكر بها نمر إلى مشتق اليوم إذن من خلال هذه الأمثلة إذن سندرس إذن هذا المشتق إذن إذن الجملة الأولى كبوت كبوة جعلتني أتازحلاقو إذن كبوة كما نرى على وزن فعلة وهو من الفعل كباء والجذر هو الكاء والباء والواو وهذا فعل ثلاثي مجرد إذن كبوت كبوة لم يقل إذن كبوت كبوتين أو ثلاث كبوات أو ما إلى ذلك فإذن كما نرى كبوة هذه الكلمة أو هذا الإسم أو هذا المشتق بيّن لنا مرات وقوع الفعل فإذن وقوع الفعل إذن كان مرة واحدة الفعل إذن وقع أو جد إن شتم مرة واحدة جنت في المكان جولة فعلة كذلك نفس الوزن إذن جالة من فعل جالة وإذن بالنسبة له الجيم والوا واللا وهو فعل ثلاثي إذن مجرد كذلك هو فعل ثلاثي مجرد كذلك رحم الغني الفقير رحمة إذن رحمة على الوزن فعلة وإذن رحمة مع عدد هنا رحمة واحدة لماذا؟ لأن أصل المصدر هو يعني مصدر رحمة رحمة ولذلك لنعبر أن شتم هنا على المرة أضفنا له إذن هذا العدد واحدة ندأينا هنا إذن جدول نتبين من خلاله إذن هذا المشتق كبوة مثلا هنا على وزن فعلة اسمه إذن نوعه إذن كما رأينا في الأنواع السابقة إذن نوعه هنا هو اسم مرة مصدر إذن كبوة وكبوة هذا المصدر الأصلي يعني لي أن شتم هذا الفعل كباء جولة فعلة اسم مرة وإذن جولا وجولانا وجولة هذه المصادر المناسبة إذن لي أن شتم هذا الفعل ثم رحمة إذن الوزن فعلة وهو اسم مرة كذلك والمصدر الأصلي إذن رحمة ورحما فإذن كما نرى هنا رحمة هنا هو المصدر إذن الأصلي فأضفنا كما رأينا هنا يعني ما يدل على العدد إذن بالنسبة لكبوة وجولة ورحمة هي أسماء هذه الأسماء تدل على وقوع الحدث مرة واحدة تدل على وقوع الحدث مرة واحدة كبوت كبوة جلت جولة ورحمة الغني الفقير رحمة إذن رحمة واحدة وجولة واحدة وكبوة واحدة قد نعبر أو قد نأتي به ما يدل على أن الحدث قد حصل مرتين أو ثلاث مرات فأقول كبوت كبوتين إذن وبالتالي إذن كبوتين هذه تسمى اسم مرة ودل على عدد مرات وقوع الفعل إذن فهذه أسماء تدل على وقوع الحدث مرة واحدة وتسمى اسم مرة إذن كما رأينا هنا كيف يساغ اسم المرة إذن من المجرد يساغ على وزن فعلة أو يساغ بإنشتم إضافة نعة يدل على العدد للمصدر إذا كان المصدر في ذاته يعني على وزن فعلة إذن نعيد هنا يساغ اسم المرة من المجرد على وزن فعلة ويساغ بإضافة نعة يدل على العدد للمصدر إذا كان مصدر الفعل على وزن فعلة مصدر الأصلي الفعل على وزن فعلة هذا بالنسبة للمجرد نمر الآن للمزيد اندفع رأسه إلى الأمام اندفاعة إذن فاندفاعة إذن اندفع إذن المصدر الأصلي لاندفع هو اندي اندفاعا المصدر الأصلي لاندفع هو اندفاعا هذا المصدر الأصلي ما ذفعنا هنا نحن؟ أضفنا التا هنا لندل على المر إذن اندفاعا وأضفنا التاء إذن مصدر مع التاء اندفاعة لنبين بأن هذا الاندفاع الراس كان مرة واحدة هنا أقام في الريف إقامة واحدة نفس الشيء إذن هنا لدينا إقامة مصدر وهذا يدل على العدد لماذا؟ لأن أقام لا نقول أقام إقاما أقام إقامة فإقام مصدر أسد ولذلك اضطررنا هنا لإضافة ما يدل على العدد إذن يساغس من المرة من المزيد إما بزيادة تاء إلى وزن المصدر كما هو الحال في الجملة الأولى أو بإضافة أو باستعمال هذا المصدر إذن وإضافة ما يدل المصدر يعني الذي يكون إذن على وزن إن شدتم مثلا كما رأينا هنا إذن أقام إذن لا نقول أقام إذن إقامة مصدر الأصل نقول إذن لا نقول أقام إقاما مصدر الأصل هو إقامة يعني المصدر الأصل فيه تاء ولذلك نحن نضطر لنظيف ما يدل على العدد إذن يجب أن ننتبه هنا إذن اندفع رسل إلى الأمام اندفاعة هنا إذن أصل مصدر الأصل هو اندفاعا أضفنتا ليدل إن شتم هذا المشتق على اسم المرة ولكن هنا كما نرى أقام إقامة هذا إذن هو المصدر الأصلي إقامة وبالتالي نحن مضطرون لإضافة ما يدل على العدد هذا بالنسبة لإسم المرة بالنسبة للتطبيقات الخاصة باسم المرة إذن هنا لدينا تطبيقات خاصة باسم المرة ولدينا تطبيقات فيما بعد خاصة باسم الهيئة كما سنرى التطبيقات اشتقل اسم الدال على المرة والمتصل بالأفعال التالية واذكر وزنه إذن لدي هنا جلس دفع خفق قاعد أعانى واستفاق إذن جلس على وزن فعل جلسة دفع دفعة خفق خفقة قاعد قاعدة وأعانى إعانة واستفاق استفاقة فهنا نقول لابد هنا من إضافة لأن أعانى يعني لا نقول المصدر الأصلي هو إعانا لا نقول أعانى إعانة واحدة نضيف هنا إذن عدد هنا لابد من إضافة عدد إعانة واحدة لماذا؟ لأن المصدر الأصلي هو إذن في هتاء نواصل إذن تمرين ثاني إذن الخاص بإنشتم ما يسمى بإسم المرة ميز ما تحته سطر بين المصدر الدال على مطلق الحدث المصدر العادي الذي نعرفه وإذن إنشتم من إسم المرة يعني نميز بين إنشتم إسم المرة وبين المصدر الدال على مطلق الحدث لا أعلم هل أستطيع الهبوط هذا مصدر عفوا يدل على مطلق الحدث بهدوء مصدر يدل على مطلق الحدث والسكون مصدر يدل على مطلق الحدث للوصول وصول مصدر يدل على إنشتم مطلق الحدث إلى السفح بسلام أو أعثر في طريقي عثرة هذا إسم مرة عثرة إذن هذا مصدر إنشتم يدل على إسم مرة وهذا إسم مرة نستطيع أن نقول ثم الجملة الموالية الحق أن جلسات جلسات ومفردها جلسة إسم مرة سهرات ومفردها سهرة إسم مرة كذلك طويلة أن جلسات وسهرات طويلة تمر لا يشغلها إلا حديث هويام ثم السؤال الموالي ألقيت على نفسي هذا السؤال مرة ومرتين مرة ومرتين إذن هذا اسم مرة إذن وهذا اسم مرة كذلك هذا إذن بالنسبة لي إنشتم الجزء الأول من درس المتعلق باسم المرة واسم الهيئة نواصل إذن مع الدرس الموالي أو الجزء الثاني من الدرس وهو اسم الهيئة فإلى اللقاء مع الدرس اللاحق أو الجزء الثاني من هذا الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر